لو بقولك خبر تاني هيعجبك بتتكلم ان موقع اسمه نورث افريكا بوست خلاص الموقع ده مش شهير بس بيقولك حاجة مهمة جدا وفقا للوثائق اللي تحت دي بقولك خب بالك الحكومة مصرية عقدة اتفاق مع تلاتين شركة عالمية مش التلاتين شركة دول عيجوا يفتحوا فروع هنا عيجوا يفتحوا مقرات عندك هنا مقر مش فرق يعني بتتكلمش ده فرق مثلا صاني مثلا في مصر لا يعني بكلمك ان الناس دي هتفتح مقرات عندك في مصر طب مين الشركات اللي هتفتح مقرات عندك مايكروسوفت مايكروسوفت هتفتح مقر رئيسي عندك في مصر شركة امازون هتفتح عندك مقر رئيسي تلاتين شركة عشان الرقم دقيق يعني هو بيكلمك بالزبط التسع عشرين شركة عقدوا اتفاقيات مع الجانب المصري طب بيقولوا هم عقدوا اتفاقيات على ايه قالك والله يعقدوا اتفاقيات لان سوق مصري دلوقتي جاذب جدا انت عندك دلوقتي الطاقة مستقرة جدا عندك كوادر بشرية جيدة جدا على فكرة العمالة المصرية من اكتر القدرات خاصة في مجال التكنولوجيا تسع عشرين شركة دول في مجال التكنولوجيا وعاوزين كوادر بشرية حيلقوها في السوق المصري بسهولة ان شاء الله يعني طيب بتتكلم ان وزارة الاتصالات والتكنولوجيا هتديهم وتوفر لهم كل اللي هم عاوزينه من بنية تحتية من انترنت من كلام ده كله فالناس دي تشجعت خاصة ان انت عندك سعر الدولار مشجع جدا ان هو يخش عندك الناس دي حيصدروا تكنولوجيا لخارج من عندك هنا في مصر طيب الموقع نفسه بيصلت الدوق علي ايه بيقولك ده حيزود الناتج القومي المصري مليار دول بفضل التسعة عشرين شركة لما تبني مقرار بتاعتها وحيوفروا قد ايه تسعة وتلاتين الف وظيفة حيتم توفيرها من التسعة عشرين شركة دي